السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين أتمنى أن تكونوا بخير و بصحة عافية في هذا الفيديو ستتكلم عن أمرين الأمر الأول هو أن نتكلم على التسديلات الجامعية للطلبة الجامعيين القدامى وأتكلم أيضا ما هو آخر أجل من أجل وضع الملفات الورقية للطلبة الجامعيين الجدد نبدأ على بركة الله في الرزنامة المتعلقة بالتسديلات الجامعية للطلبة الجامعيين القدامى وهذه الرزنامة قد وضعتها جامعة لمين دباغين فبالتالي ليس كل الجامعات سيعتمدون على هذه الرزنمة وكل جامعة لديها النظام الخاص بها ولكن منطقين هو أن الطلب الجامعيين الجددي خلصوا تسجيلاتها ومباشرة أنكم تدخلوا أنتم تسجلوا الرزنمة كالآتي هو أنه من 13 إلى 14 سبتمبر المتعلقة بالتسجيلات الجامعية للطلب الجامعيين المعيدين السنة للسنة الأولى يعني اللي يعودوا السنة الأولى هو أنه يسجلوا من 13 إلى 14 بالنسبة للسنة الثانية هو أنه من 15 إلى 16 بالنسبة للسنة الثالثة من 19 العشرين والماستر من 21 إلى 22 الأمر الثاني وهو المنحة الجامعية ووقته آخر ديلي هو أنه ما كانش آخر ديلي هو أنه دائما الجامعة تمدد لكم التسجيلات تتوعكم بالنسبة للخدمات الجامعية خاصة المنحة فبالتالي عندكم ديلي حتى النوفمبر يعني حتى يوجد لكم الشاك بيتمدونهم دو الشاك باري وراهم أساسيين وضروريين هزوا استيلوا ديروا هكذا خط بالسيال على الشاك تلكم لأنه يتحقوه في التسجيلات الجامعية للمنحة وأول منحة بالنسبة لكم سأنها تنصب في جون أونفي أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء